اشتركوا في القناة مع تسكعات في خراحة التين ديوان مستدى الضرار ومع مقارمة سيطلعنا فيها سعر الله النبيعي على خرائطية درار خرائطية درار على همش ديوان تسكعات في خراحة التين أستاذ الدكورة إلى أنه أستاذ بايت لأعماله بسيج الأمكبوت كراءة في قصة الأنبياء رواية نوارا وله قيد طبع محيات العروة الوثقى في أخبار الحمقى رواية الرقيم الأخير إضافة إلى عدة مقابات منشورة في مراغم مختلفة إذن لنطلع على خرائطية درار في صوت المصدرين الدخورة إلى الأمكبوت شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة وأجد المشاهدة في هذا الاعتفاق مرحب أنه الذي يحدثني بحديث مجهور التي قمت بسعة شرورية فيها ناقة العبارة لا أستطيع أن أقول هل ترد ما قالوا زملائي فيه وله قلبي مسكناً عملت في داخلتي هاتي بخراجية الدرافق الكارتدروفق بالدرافق أن تكون مودعاً خرائطياً من كرياتير الكارتدروفق معناها أن تبتلك حسب وصفة مؤسس لهذا النوع من المقد أن تبتلك رؤية من فضاء الأدم كما هو تمتلك الماء من مكان والزمن وبتحريبهما إلى سورة الشئر منتبطة المرجعية المطورة إلى المواققية ولكنها في الآن مستقبل المستقبل لأن المرجع يتمتلك الشئر لأن المرجع وتمتيله متداخيان والمتابي متفاريان فيصبح التمتيل الإبداع مرجعاً جمالياً وهنا من طرف مكملون قوتي ورسالتي خصوصاً حين تتواني الإنجازات ولكنها مع ذلك تضار وفية لحقيقتها الخراعطية للمبدع كبيراً وحداً تنشف أن المبدع لا يخفض خط عشوة من السهل جديداً أن نشتغل على ذوان واحد وأن نؤمله كما يحلولها ولكن من الصعب جداً أن نشتغلية واحدة في كل المجزة لدى الشاهد معناه إن وجدنا هذه الرؤية معناه أن الرجل يمتلك رؤية معينة لا سواء في قراءته للعالم ولا للدات ولا للكم ولا أيضاً في فتابته للشاهد من ذلك فنرضي الضرارة من خلال موجزه الشاهد الكامل ننقل إسم الله القول إلى الأخير ويعتقد أن تكون هناك بنية واحدة تحكم هذا الإنداء وبالتالي تخوني أن القارئ أن أقول أن الرجل يمتلك رؤية للفضاء الهدل وتقيم صنة وثيقة بين توالي إصداراته هذا هو شعر الضرار في توالي دواويته وسبب منجزه الشعري فمنذ إصداره الضرارة تسكعات في إخرافة التيل إلى إصداره الأخير سهالات العاشق النوحة يرسل الشاعر فضافه لإنداء بدقة متنابية في تقتل وفق ثلاثة مواقع تشكله على الخبيل القصيدة الدراع كما تشكل جوغرافية منجزه الشعري وهو ما يجعل منه دينية متناسية وكأنني وقد استفدلت ديواني بديواني أبدأ أحدثت أنا القارب بصورة معجنة لهذه الكتابة خرائطية تصوري ذهني تنطلق من الدات في عالم المصر إلى الكون في كونيته الكبرى كخرائطية تبلغ في ضراء ضياء الحاصلة بين الجوغرافيا والمبكاء والمعنى في أفق فهم الممتل بالتدريج للموضوع الجلالي لأن الشاعر فراث آثار منطقة تجاور التي يحصد الإنصات لما حولنا حيث أرخبين قصيدة استعارة مرحة لتعويض مؤسي الواقع وترديه وتراجدية هذا الكائن التي حلّ إذا خطعت المقدرة منذ الأدب جعلت الكائن الإنساني في رؤية الضراء ملقا به رغم أنفه يقول في الاستهامات عند ميلاد الأرض في طمي اليابان من الحذارات العالمية من الحذارات العالمية أروا رحمها منهكة تتعطر عن الحافة الأخرى من تقصي المجينة ويقول إذا كاننا معه في حضرة الملائكة أن نلتقي في أول خطيئتي قالت له أخافني بعد مخاطي أن لا تلقى في حياتي وحدك الواحد أو حد رجل وامرأتات في منجز الضراء يتكلمان في عسلة كيلونتنا في تأمنات الضراء الشارد الحرة يتكلمان للاعتراف برغباتهما للتقارم بين بعضيهما في حين الضريعة لمن مستوجة النقمئلة المتناثمة على حد تحبير بجراء وهو الحوار الذي كان لا يخلو منه منجز الضراء هذا الحوار الذي يجعل من الكتاب حد ذراء ليس الشعر بل تداخل البجناس فيها القيم السردية وفيها القيم المصرحية وفيها القيم الشعرية فتكاد تكون منتقى أجلس وهذه قصة أخرى بكل الفزار متأسي أقول يتوسع منجز الضراء إلى تداخل مواقع تكاد تكون في كل الدوروين فلصم خرائط يده الشعرية المكان الأتي مكان الإقامة المقدرة والمهوت الممتدى الذي يقرأ الشاعر بتحكي ملفت للإنتباه موجعاً مروعاً مفزعاً فغيعاً فاجعاً ومروعاً صاحباً هذا التصدي وتبقى هذا هو التحكي الذي لا يحفله ذراء شعية بل يحفله غيثاً سووكاً في حياتك وتبقى رغم رغم الرغم وحدك سيد المشياء من هذا البئيس الواقع المترد ينطلب الضراء ولكنه ينتقل إلى مكانه المشمل لمحنوم به يمر على جسم يقول وهذه الكلمة تتداول في كل تداوله في كل دوامينه الضرصخ وهو ما سميته المكان الجسر مكان العبور من حالة المرس والدشرة إلى حالة اكتمام المحنوم بها يقول وشيء من مطار القذب والشطار القذب إلى أن يقول بين البين والبين وكأنك فيه أنا عاشقاً موسعاً بين الدفتين هي دفة المكان المحنوم ودفة المكان المحنوم به أو كأنك وجه الله في شرح الفجرة ثم يصل إلى المكان المحنوم به وهو الفضاء الشيحي بديل الشاعر عن المكان التيه المباطر فضاء الروح حيث النفسه تستنشق هواناً طيباً فالخير تجعلني لتجادل باحتها دلاً غيرها تضل المباطر على مرسلة الأداء قانعاً هذا هو الجميل الشتاب المديران بمدخله المفتوح على المهان أو على البال هان يقول يكفير نفق ليلي واحد لتهريه أبنية واحدة لا تموت تجعلني مصطبات وعتباتها رسماً وحنا يوظف عند الثقافة المفلية وهو أول مقامات السبعة الأصلية في سنة مياه والموسيقى ويليه مباشرة سطر الشيئة يعني أن الشاهدة يشتغل على الكتابة فيقول غير هذا رسط ملتور ورسط هنا بمعنى ميناء على نوالي الشروفات أخيراً أخيراً لا يسعني أن أقول في تقديره أن الشاهدة يرى يشكل مملكة شئية بمدها وجسرها داخل الخبيل الشئي بنات متناسكاً لشاعر يمتلك رؤية شئية ولكنه يعيها أيضاً جيداً إلا أن أختم خرابته بطوله ذاكت مشاعر في خرابة التير سره للمعاولم كالسلام في رؤون الجميل وشورته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كالسلام بشرات ترجمة نانسي قنقر anse من ق записلك سنتحق